مساء الخير نهار اليوم انخفضت درجات الحرارة وكانت الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق ووصلت العدمة في عمان 28 درجة مئوية هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة وبتوصل درجة الحرارة ل 17 درجة أما الرياح شمالية غربية وارطوبة 92% غدا ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الصيفية معتدلة وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 28 وبتنخفض بالليل ل 19 درجة يوم الخميس المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 31 وبالليل 22 درجة بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة بتسجل في 24 وغدا 29 عجلون 17 وغدا 29 جرش أجواء صافية 19 وغدا 31 درجة بتسجل درجات الحرارة في المفرق 17 وغدا 30 الزرقاء 18 وغدا 30 درجة مئوية بتسجل درجات الحرارة في الصل 18 وغدا 28 مادة بأجواء صافية 17 وغدا 27 مطر ملكة علياء 16 وغدا 30 درجة بتسجل درجات الحرارة في البحر 126 وغدا أجواء حر 36 الطفيلة 18 وغدا 27 الكرك أجواء صافية 18 وغدا 28 درجة فمعان أجواء صافية 18 وغدا 30 في العقبة بتسجل درجات الحرارة 25 وغدا 38 نهاية برويشد 19 وغدا 34 ومن خلال خراء الدرجات الحرارة نلاحظ تراجع تدريجي في تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة وترتفع درجات الحرارة بشكل بطيء خلال الأيام القادمة إذن ملخص التقس خلال اليوم والأيام القادمة أجواء صيفية معتدلة وارتفاع على درجات الحرارة غدا والتقس حار نسبيا وإلى أخبار التقس والمناخ عالميا حيث قتل أربعة أشخاص في فيضانات ضربة وسط تركيا وسط تركيا خاصة العاصمة أنقرة وضربت أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بالبرد وسط البلاد أمس وأول أمس وألحقت أضرارا في العديد من المدن شمال تركيا ووسطها كما تسببت بانهيار طرق في بعض المناطق أما في العراق فقد علق مطار بغداد دولي رحلاته لعدة ساعات بسبب عاصفة ترابية جديدة ضربة العاصمة العراقية في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الشهرين الأخيرين ننطق لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم موسيقى وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عود إليك لنا شكرا مريان موسيقى